اشتركوا في القناة جدا جدا بس قبل ما ابدأ الفيديو عندي منكم طلب ياريت تدعو لقبي الله يرحمه بالرحمة والمغفرة وجزاكم الله عنا كل خير والطلب التاني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ولو اول مرة تنوروني ما تنسوش تعملوا الاشتراك في القناة واتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل الفيديوهات الجديدة بصوا القلقاس عاملاه بطريقة جميلة او ازاي هيعجبكم جدا جدا بطريقة مميزة بجد هيفرق معاكم والشربة بتاعته كله سوى واحد والشربة بتاعته جميلة كده وسيلة مش لازجة ولا فيها اي حاجة وكمان هعلمكم تقطعوه وتنظفوه بطريقة سهلة جدا بصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونبدأ نعمله بسم الله الرحمن الرحيم ده بقى القلقاس بتاعي عندي هنا السلق السلق انا باخد منه الورقة العريضة دي وبس يعني ما بستخدمش غيرها ومعايا هنا الخضرة بتاعت القلقاس اللي هي انا شخصيا بحب استخدم معايا البقدونس وكسبرة ودي القلقاسة بتاعتي وطبعا عندي هنا راس طوم متقطعة ومتفصصة وعندي هنا لمونة كبيرة او لمونتين صغيرين على حسب الكمية اللي انا هعملها الافضل لما نجي نشتري القلقاس او نعمله نعمل القلقاسة واحدة بس تكفينا سواء كبيرة او صغيرة مش هتفرق المهم تبقى واحدة بس وده علشان كل القلقاس ياخد سوى واحد مع بعضه مايبقاش جزء وجزء القلقاس مايتغسلش انا بمسكه هنا بمنازيل مطبخ واقدر يعني امسحه كويس جدا جدا بعد ما قشرته طبعا كويس قشرت القشرة الرقيقة اللي فوق بالمقشرة مسحته جدا جدا اهو وهبدأ بقى اقطعه لقطع مربعات صغيرة هنا بقى هبدأ اقطع القاس بتاعي اول حاجة بجيب سكينة حمية وبحط القلقاسة اهو زي ما انتم شفتوا كده بقطعه الاول حلقات على القطاعة بعد كده ببدأ اقطعه حلقات بالطول طبعا اقطعه القلقاس ده يعني حاجة مفروغ منها بس انا بوريكو طريقتي يعني لعلها تكون اسهل شوية من اي طريقة تانية انا بقطعه كده وبعدين ألمه تانية على بعضه يعني ألم الحلقة تانية على بعضها وابدأ اقطعها بالعكس تمام؟ لان الطريقة دي بتبقى اسهل شوية بصوا زي ما انتم شفتوا كده اهو يعني انا شايفة ان الطريقة دي هتقدر توفر لي يعني سمك مناسب شوية للحلقات او للمكعبات بتاعت القلقاس بتاعتي اهو بصوا انا بقطعه هو زي ما انتم شايفين كل واحدة فيهم وبعلمها تانية على بعض وبقطعها بالشكل ده اهو علشان يبقى اغلب الحلقات زي بعض وكمان انا ممكن احط حلقتين على بعض بس انا مرضيتش اعمل كده اهو من الاول علشان ما رغبطكوش اهو تانية مرة دي انا عملت حلقتين فوق بعض وبدأت اقطعهم بالعكس تمام؟ طبعا اللي اتفرط مني عشان اقطعه يعني صغيرة شوية اقطعته تمام؟ بس ده القلقاس بتاعي هبدأ بقى وهو لسه يعني لسه هو متعملش بحط عليه نصف لمونة او لمونة كاملة بقطعها عليه كده وببدأ قلبه بيها كويس جدا اهو في الوقت ده انا ببقى حط الشربة بتاعت اللحمة على النار لحد ما تغلي جامد جدا زي ما انتم شايفين كده وببدأ اسقط فيها الوقلقاس بتاعنا اهو في الشربة وهي بتغلي اهو واحدة واحدة كده لحد ما انزلت بالوقلقاس بتاعنا كله طبعا انا لما انزلت بالوقلقاس الشربة ما بقيتش بتغلي هبدأ بقى اجيب نص اللمونة التانية طبعا استخدمت لمونة كبيرة واقوم عصراها على الشربة والوقلقاس بيستغل تمام الخطوة التانية بقى انا عندي هنا طوزة فيها معلقة من السمنة هحط فيها شوية يعني راستهم تقريبا اهي الفصوص وابدأ احط معاها السلق والخضرة بتاعتي اللي هستخدمها للوقلقاس تمام اهونا السلق وهحط معاها كمان آه الخضرة بصوه بيبقى كتير شوية بس انا يعني بحطه بيتبل على طول جدا وبيبقى تمام قوي بصوه يعني الطريقة دي بتديني طعم ونكهة وفايدة هيلة جدا للمكونات دي بابدأ طبعا احط عليهم ملح وكسبرة نشفة وطبعا الشربة بيبقى فيها كل التوابل بتاعة اللحمة اللي بتبقى جميلة يا جماعة القلقاس دهت جدا جدا بس ليه كم تكة كده لو نفسيه بنفس الطريقة هتبقى حلو قوي تمام بصوه بقى الخضرة هي بتنزل ميتها وبتستوي طب بطوم هيستوي ازاي هتأكد ان الخضرة استوت لما المية تخلص خالص اللي نزلت من الخضرة ومن السلق والطوم يبدأ ياخد معايا لون دهبي اهو يبدأ التوم اهو ياخد معايا اللون الدهبي كده بقى السلق بتاعي استوى والخضرة والطوم خد اللون الدهبي هبدأ انزل عليهم بكبشتين من الشربة وبعد كده بقى هحطوهم في الكبة واضربهم فيها كويس جدا او في الخلاط اهو لحد ما يتفرم كويس جدا جدا وانزل بيهم على القلقاس بتاعنا للشربة اهو استوى وبقى جميل جدا وبقى سوى هايل بجد والشربة بتاعته زي ما انتو شايفين اهو سيلة جدا مش لازجة ولا بتدايق ولا نزل اللي هو يعني الحاجة اللي زي المخط بتاعه ده اللي بيبقى لازج شوية بيخلي الشربة بتاعته تقيلة كده بقى هو احتفظ بكل الفوائد بتاعته وكمان عايز اقول لكم ان هو اكلة جميلة وغنية بالالياف اللي بتخليني اقدر احس بالشبع لمدة طويلة اه وصعراته مش عالية اه بشكل كبير يعني هينفعني جدا جدا اثناء الدايت بتاعي ودي طريقتي فيه ان شاء الله هتعجبكم بس ما تنسوش تعملولي لايك للفيديو ولو اول مرة تنوروني طبعا ما تنسوش تعملولي اشتراك في القناة ويدفع على الجرس عشان يوصل لكم مني كل الفيديوهات الجديدة وبأكد عليكم تاني بانكم تدعو لابي بالرحمة والمغفرة ويتدعو لنا احنا كمان ربنا ان شاء الله يصبرنا على فرقه وشكرا لكم جدا استنوني في الفيديو الجاي السلام عليكم شكرا لكم